لخبر الخبر ده مهم لجمهير وعشاق الفارس الأبيض في كل مكان وده من التقارير يعني اللي عدها زمالنا في رقم عشرة بنرصد في الخبر ده أو في التقرير ده الصفقات الأجنبية المرشحة للانضمام للقلعة البيضاء تعالوا نشوف النادي الزمالك طبعا بيسعى المسؤولين فيه عشان هم يتعاقدوا مع أكثر من لعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة عشان يدعموا الفريق بشكل جيد بين هؤلاء اللاعبين اللي بيبحث عنهم الفارس الأبيض أكتر من اسم لعب أجنبي بيتم ترحوم على مسؤولي اللجنة الفنية عشان يتم اختيار الأفضل منهم ويبترفع القائمة بالأسماء الخاصة بالمرشحين للانضمام لنادي الزمالك للقلمبي أوسوريو المدير الفني للفريق تعالوا نشوف واحد واحد كده من الأسماء المرشحة أول واحد من الأسماء المرشحة الجزائري وحتلقوا في القائمة دي بيضوية أكتر من اسم من الجزائر مرشحين للانضمام للقلعة البيضاء الجزائري حسام الدين مرزق لاعب وسط فريق الشباب بلوزداد الجزائري من موليد 23 مارس 2000 بيبلغ من العمر 23 سنة بتصل القيمة التسويقية بتحته لي 900 ألف دولار خلال الموسم الجاري بيشارك مع فريقه في 25 مباراة بواقع 14 مباراة في الدوري بيسجل خلالها هدف وبيصنع آخر بجانب 10 مباراة في دوري أبطال أفريقيا ومباراة كمان في كأس الجزائر ده أول لعب من اللعيبة المرشحة معنا للانضمام للقلعة البيضاء اللعيبة الثانية برضو جزائري زي ما قلنا اللعيبة الجزائرة حيكون لهم تواجد كبير في المرشحين الأسماء المرشحة للانضمام لنادي الزمانك الجزائري إلياس شتي الظهير الأيصر السابق لنادي أنجري الفرنسي من موليد 22 يونيو 1995 يعني عنده 28 سنة الموسم الحالي هو تقريبا أسوأ موسم اللعب على سبيل المشاركة في المباراة عشان الإصابات اللي كان بيعاني منها في الفترة الأخيرة قمته التسوقية بتبلغ 500 ألف دولار اللعب الجزائري بيشارك الموسم مع فريقه فيه 6 مباراة فقط لم يبدأ بشكل أساسي خلال أي مباراة اللعيب التالت اللي معانا برضو الجزائري أيمن محيوس مهاجم نادي اتحاد العاصمة الجزائري بيبلغ من عمر 25 سنة موليد 15 سبتمبر 1997 بتبلغ قمته التسوقية روعمية ألف دولار اللعب بيشارك مع فريقه هذا الموسم في 31 مباراة بواقع 16 مباراة في الدوري بيحرس 6 أهداف 16 مباراة بيشارك فيهم في كأس الكبارية بيحرس فيهم أربع أهداف اللعيب البعادي هو اللعيب السويدي كارلوس ستاردنبرغ كارلوس مهاجم فريق السلية القطري بيبلغ من العمر 27 سنة موليد 14 إبريل 1996 بتبلغ قمته التسوقية وده تقريباً أعلى لعيب فيه من حيث القيمة التسوقية بتبلغ قمته التسوقية 2.5 مليون دولار بسبب المبلغ ده يعني تقريباً اللعب يعد بعيداً عن الانضمام لنادي الزماني مقارنةً باللعيبة اللي فاتت كارلوس خاض الموسم ده 26 مباراة أحرس 15 هدف بواقع و21 مباراة في الدوري بيسجل 11 هدف بيصنع 3 أهداف في كأس الأمير بيلعب 3 مباراة بيسجل 3 أهداف في كأس النجوم قطر بيشارك فيه مبارتين 2 وبيحرز هدف اللعيب البعضي هو اللاعب التونسي إلياس الجلاصي صانع العاب ولاعب وسط فريق المصري البورسعيدي صاحب التسعة وعشرين سنة موليد 7 فبراير 1994 بتبلغ قيمته التسوقية 800 ألف دولار بيشارك مع المصري البورسعيدي في 27 مباراة في بطولة الدوري بيحرز خمس أهداف بيصنع خمس أهداف تقريبا الجلاصي يعني يعد من أحد أفضل لعيبة الدوري المصري في الفترة الأخيرة اللعيب اللي بعديه من المغرب يحيا جبران طبعا شفناه مبارح لعب أسط فريق الوداد المغربي الكابتن بتاع فريق الوداد عنده 31 سنة يمكن ده شوية نحنقول الدفوع يعني عنده 31 سنة موليد 18 يونيو 1991 كان قريب جدا من الانضمم لنادي الزمالك لو تفتكروا في الموسم اللي فات قبل ما يقرر أنه يجدد عقده لكنه بيقرر البقاء مع الوداد قيمته التسوقية بتبلغ 900 ألف دولار بيشارك اللعب في الموسم ده في 37 مباراة بيحرز أربع هداف وبيصنع هدفين لعب فيه الدوري المغربي 22 مباراة بيسجل هدف وبيصنع آخر فيه الدوري دوري الأبطال الأفريقي بيشارك فيه 14 مباراة بيصنع هدف وبيحرز 3 هداف ده بجانب المشاركة فيه مباراة بكأس العالم لألندية وكمان مباراة كأس السوبر الأفريقي ده بالنسبة للعيبة اللي هي مرشحة للانضمام للقلعة البيضاء اللي هي مرشحة للانضمام للقلعة